عادي الله يرحمه راكي تورا بقى في القلب بغينا اللي يعطيه لنا ندول كلينيك الحمد لله احنا وخانت سلفوا ونزوب سناننا وندول كلينيك وندول مراكش لانه في حاله مستعجلة وماكنش معاما تهضر لا مدير لا أطباء لا وقسما بالله لكي ننغل مشاش واش هذا السبيطار دي القطط واش احنا مشاش عشنو هاد الحتيقار للمواطنين باش احنا مواطنين مغاربة احنا مغاربة مليك تقول يا مغريبي مليك نحس بيها ومليك نحس بيها كي يقول لي عندي حب لهذا الوطن السيد كينزف من الوحدة ونص ديال الليل هو كينزف حتى الخمسة ديال العشية انهو تعرض الكسر تولاتي على مستوى الفخد هاد الشي اللي قدر تشوف العائلة دياله والاكتر من هذا انهم هم اللي ديروا لي القبز ماكيش اللي غاي دير لي القبز واس بيطار انتا غادي تفتح تديرو لك الداجين والدوال الحمر هاد الشي اللي عدنا وخير دليل على هذا لو انا عدنا صحة هاد المسؤولين اللي كيسيرون او اللي صارين على القطاع ميم شوشي تعالجوا برق من اللي انت عارف عندك صحة في البلاد ديالك وتترك مواطن وبهاد المناسبة هاد رسالة كنوجهها الوزير الصحة الله يرحم لك الوالدين من اللي تبغي تقوم بشي زيارة لأي مستشفى سواء في آسفي سواء في مدينة اخرى بيدون خاصتك جي بدون سابق انضار اذا بيت تعرف الحقيقة جي على غفلة السلام عليكم اولا اتوجه بالشكر الجزيل لهذه المجلة الالكترونية ديال اشواق لكتحاول توصل الصوت ديال الشعب المقهور الشعب المنكوب الناس المسؤولين انا ابن العم عديل دوسان الذي تعرض لحادثة سير يوم الاحد مع هد الاحد المنصاري مع الساعة الواحدة ليلا وعلى اتر ذلك تم نقله الى المستشفى محلي بالمدينة مستشفى محمد الخامس كيف قلت انه ابن العم ديالي من التعرض لحادثة سير سيارة الاسعاف قامت بالواجب ديالها الواجب ديالها اللي كيتجلى في الايصال دياله للمستشفى ولكن المشكل فيكين هو ان عاديل من اللي وصل للمستشفى تواحد ما اطلقه ليه تواحد ما استقبله بقام ليه احتمى في المستعجلات هذا راجع للتقصير الطبي ما كين لطبيب لا فراملية ما كينش معه من تتكلم كين غير القيطات هي اللي كتدور في المستشفى وراكين فيديوهات مغاد ينرفقوها ان شاء الله لهذا الفيديو هذا كتبين لينا انه وجهة قسم الولادة انا كنقول لك بقدرت بشي تمد قريسة قريسة تمي قريسوك لانه كان غير ضلام يعني تتعرض حياتك الخطر باش نفصلوا في هذه الحاديثة وفي المجرايات ديالها هو ان كيف قلت لكم ان الابن العم ديالي من اللي وصل مع الوحدة ونص تقريبا المستشفى كان عنده نازيف داخلي في الرأس دياله ولكن هادش ما قدرش العائلة لانه ما غتعرفش لانه ما بينش نازيف داخلي في الرأس رمانكش لكتشخص انتا انسان عادي يعني هنا خاص مسؤوليات ديال الاطباء الاسرة دياله اللي انتابت لي هو الكسور على مستوى الفخد دياله انه تعرض الكسر تولاتي على مستوى الفخد هذا الشي اللي قدرش العائلة دياله وابل اكتر من هذا انهم هم اللي ديروا لي القبس ما كيش اللي غايدير لي القبس لانه ديكساعة هو يأنه ويعني تيعاني يعني هذا الشي اللي نقدر نقول هو انه تعاني وتتألم هو تحس ديكساعة غير بالضربة على مستوى الفخد ولكن ديكساعة عنده نازيف في الرأس يعني راكين نازيف في الرأس لم يمكنش اللي نحنا غنشوفوه مهم يعني بقاه هو ديكساعة فذيك الحالة ديال النازيف نظيفت الوحدة ديال النهار اللي فجل طبيبك طبيبك يعيطو لها قاطعة التليفون اللي غادي تبنجوه غادي تدير لي الإنعاش مكيناش مشو ديرو لي سكانير على الساعة التامينة شارعه بالتوطيق ديرو لي سكانير على الساعة التامينة على الساعة التامينة كانت الحال ديالو يعني باقت تقطق علاش لانه اللي مشاق سكانير الدوه المراكش هو اللي بنوع ليه ان هاد السيد غاديدخل مباشرة العمليات الأطباء المراكش بصراحة جزاهم الله كل خير لأنهم على حساب العائلة الأخت دياله والمشاوم آقلك يعني لقينوا واحد استقبال يعني عجلوا باش يدخلوه دير العملية من اللي بنوع للسكانير للدير مع الثمانية شافوا سكانير للدير مع الثمانية يعني على أساس أنه غادي يدخل يفتح الأطباء تنبهوا بما أنه عنده نازيف على مستوى الرأس عاودوا داروا لي السكانير غير في هذه النقطة هذه الحالة هذه توقع دائما أنا ما عرفش علش هاد المدينة عدنا كتدير سكانيرات كتدير كل شيء كتدير معك ولي كتشل مراكش ولا كتشل ضار بيدا ولا كتشل أي مستشفى تقول لي كودي عاود دير لي هاد السكانيرات هاد الشي راه ما ماشي هو هادا كرام مخدامش واش هاد مواطن المقهور واش فالاستطاعة دياله هو الفلوس عنده اكتشتت راه أصلا الواحد من اللي كتش من مدينة مدينة أخرى غير باش دي بلاسة وغير باش غتكري وغير باش راه لها هالله يعني الإمكانية ديالك راه ما كتش وانت كتش من هنا دير السكانيرات دير كل شيء كتش تكتمت يقولك عاود لي هاد شي كامل يعني كتش تعاود تاني التكلوفة واحد ستلاف درها ملاسبعة لاف درهم على حساب الحالة هادي كتش تعاود تاني من جديد المهم باش رجعوا النقطة ديالعادي المهم بقى هنا تلوحدة ديال النهار هو تينزف لا حياته لمن تنادي جاء طبيبات دخلوه دكسة عملي دخلوه على القولي ليزاب باراي أصلا كنا في واحد يعني في واحد الضرف مليشنه مكينش معامل غادي تهضر ما كين لا طبيب الإدارة ما كين لا مدير باش نكونوا كن هضرو بصراحة بالرغم من انه عندي انا واحد تحفوظ انا اقدر طبيب طبيبة هاد شي كن رجع الوزارة الصحة لانه ما عاطي الناس هنا طاقا طبي كافي واش ما اللي انت باقي كتعيش في دولة حقك ديال الصحة ما كتحضاش به باش حنا مغير باك كتقول يا حقك في الصحة واش عاطي لطبيب كل طبيب ارادش اللي كين في احصائيات كل طبيب عاطينه عشرالاف مريض والحمد لله كين اوطور كين اطباء كين علش ما يدمجوش تاما ويخدموه علش ما يكونش عدنا عدد كافي في الاطباء علش ما يكونش عدنا عدد كافي في الاجهيزة في الزاباراي وبهذه المناسبة هذه رسالة كنوجهها الوزار الصحة الله يرحم لك الوالدين من اللي تبغي تقوم بشي زيارة لأي مستشفى سواء في آسفي سواء في مدينة اخرى بيدون خاصتك جي بيدون سابق انضار الى بتتعرف الحقيقة جي على غفلة اما لك اتي غتعلم الناس هنا على مدة شهر ولا شهرين رغي يوجدوا لك اي حاجة غت جي غتقول ترى العامزين كل شي بخير وغتمشي ناشط رأي كل شي كين رأي ليتي بيقوم بالواجب دياله ما خاصوش يعلم خاصوش نجيل وقف عليك نشوفك اشنو كدير بيتنعرف الحقيقة اما باش نقول لك ووجدوا لي يا الزرابي ووجدوا لي انا جاي راحنا ابناء هاد المدينة وهاد مسائل كلاحظوها ديمة اللي لو نبتتعرف شي حاجة جي على غفلة باش تعرف اشنو كين اما باش تنعلمك انا راني جاي رغي نودي وجد لك هو كل شي ليس كان يرقع مخدامين هنا يعني لو بغيت مقاعنها ضرر ما غاديش نسالي رامون لون بيلوس احنا ديك الساعة من اللي عرفنا ما ملقيناش اللي غايتجاوب معنا بغينا غير اللي اعطينا هادك عادي اللي يرحمه راكي تورا بقى في القلب بغينا اللي اعطيه لنا ندول كلينيك الحمدول الله احنا وخن تسلفوا نزوب سناننا وندول كلينيك وندول مراكش لانه في حالة مستعجلة وما كنش معا منتقدر لا مدير لا اطباء لا وقسمان بالله لكي نغل مشاش وراكين فيديو غادي نتاوي غادي ندعمو به كين القطط فقط ياللي كالدور صافي وش هادا سبيطار دي القطط وش احنا مشاش اشنو دي حتيقار المواطن باش احنا مواطنين مغاربة راحنا مغاربة مليك تقول يا مغريبي راي مغريبي لخصني نحس بيها ومليك نحس بيها كيولي عندي حب لهذا الوطن أنا أحدهم العزا ومحا قطلوا فينا تاديك الوطنية قتلوا فينا بهاد المسائلها دي وش كبشة طرار ما توقفه معا منتقدر وكيف قلت ان الوزارة الواصية الي الصحة هي اليك تحمل المسئولية تخصى تزودنا بطاقة مطبيط تزودنا بأجهزة وش المدينة دي الأسفو ما عنداش مداخل وشنا بغوا يجيبوا لينا على الخنزة اعطيه طاقة اعطيلو الصيف بهذا الشَّال نستهله حنا الصناعة التقليدية هذا ما الذي كان في أسفي المدخول الوصيب هذا الوصيب بالضرر الذي يسبب له نحن بالمقدور مستشفى بالعلاج بالمجان المالايير تدخل في ثانية وحدة تدخل زباب ومع ذلك احنا صابرين وعلى الأقل يوفره على مستشفى تلمرة داوة ساعد الملوص أنت تدخل من ومع ذلك سوف يتفاوض معك سوف تعطي 800 درهم سوف تعطي 800 درهم سوف تعطي الوصف بل تزيد ايضا 500 درهم لدي ملوصد قطع ساعد المعزوض فيهür 24 ريال فسي هد المواطرة مالطبقة مجتمع المغريبي تحديد الخضارة القزارة سكيلسية نجارة را يعني مواطنين كيخدموا يا ويم كيف تنقولوا طالب ما شو تيخدم على نهاره را كيخدم غير على نهاره را ذاك شي اللي كيصورو كيياكلو يعني را ممفروا ويلو را انت من اللي كد قولي اره اتمن مئة الف ووربعمية درهم ولا الف وثلتمية درهم غير دي اللون بيلونس خليلي سكانير سكانير را كيوصلوا تعمل ستلف درهم سبعالاف درهم حل حسب الحالات وش هد المواطنين احط فلوس غا تقول لي غا ديش بد راشحل من واحد را وهد مناسباني كانت تكلمت على القضية للطف الرايان طف الرايان الله يرحمه بقى فينا وكل شي ولكن را كين رايانات فات البلاد كتموت في الصمت طف الرايان الله يرحمه احنا مشي مشي حقش وقع هاد شي الابل عم ديالي طف الرايان بقى فينا قبل لانه طف الرايان را ما تقبل ما يتوفر ابل عم ديالي ولكن هذا واقع كيعيش المغرب كاميرا مثلا نظر شغل على المستشفى ديال اسفي وخير دليل على هذا لو انا عدنا صحة هاد المسؤولين اللي يسيرون او اللي صاهرين على القطاع ميم شو شي تعالجوا برق من اللي انت عارف عندك صحة في البلد ديالك وتترك مواطن را ما تقولوا مواطن مغربي را بحال الوزير بحال البرلماني بحال الاستاذ بحال طبيب بحال صحفي بحال بحال احنا كنا بحال بحال احنا كنا بحال بحال امام القانون وشد وزارة صحة بلا مثلا غير الفاكسان الفاكسان خافت علينا بديروا لينا ووفروا لينا على الدواء والصبيطار انتا غادي تفتح تديروا لك الداجينة والدواء الحمر تتشيلي ادنى وحنا عارفين من مصادر موطوقة ان الدواء غير كيتبيريما غير كيتلاح وش واحد مثلا انا مواطن مغريبي انا غادي فزنق ضربني موتور انا جاي من البادية ضربني موتور وتعرقشي حاجة وش ماشي من حق نداوى وش خاصة نبقى تنموت وش تيجوا الاهل ديالي وش تندور فلوس لي فاش نداوى را ما عمورنا غادي نوصلوا الغرب را هاد الشي اللي يكرره الشاباب انه يقول لك يفكر في الغربة لان ملكاته دارمقات يقول على الاقل تم يلطحت غلق اللي غيهزني تمك يداويك ما كي اجراءات القانونية من بعد ما عطقك بعدها راك انسان وقيمتك كا انسان بعدها خاصتك تحس بيها حنا قيمتنا كا انسان ما كنحسوش بها يعني كيتعاملوا معانا بحل حيوانات بعض مرات كتبشت صبيطار انت مريد انا بعض الحالات عاينتم غير هنا في مستشفى محمد الخامس كتبشت مريد على اساس انك تعالج ولكن كتشوفش حالات وكتنصى المرضيالك انت كتشوف حالات كتار منك كتتألم هادم مهرس هادم شتة عملي وهمكين قاعد لك يسول فيه خاصتك يتدخل شوى احده الواسع يطعوا التليفونات وانليفش ديك الساعي وباش ارجع للحالة دي العاديل باش من انتيش و باش من خرجوش على الموضوع المهم كيف قلت يعني لجيت نظرة ما غنسى ليش القلب عمراء عامر بزيف والراس ليلى هيلله الحالة دي العاديل انه من اللي تم نقل ديالو من هنا تقريبا على الساعة الخامسة بعد الزاول يعني هاد السيد كينزف من الوحدة ونص ديالليل هو كينزف حتى الخمسة ديال العشية من اللي وصل المراكش اول حاجة بنو بعدك قلت لكم على هاداك السكانير قال لك يعني هادار خاص يدخل يفتح عاودوا تنبو انه هاداك السكانير راد دار بكري دار مع التمانية يعني هاداك النازيف راه مبقاش في هاداك المستوى يعني راه تزاد قالوا لي نسيروا عاودوا ديروا ليسكانير خاصة من اللي ديروا ليسكانير خاصة قالوا ديروا ليسكانير خاصة كنتوا تجيبوا في ذلك الوقت اللي كانت ضربوا ومع الصباح كان يقدر يتعالج وكان يقدر يتعطق احنا بعد المشيء ادي الله هذا شيء قضاءه قدر هذا شيء ما كان ناقشوش ولكن راكين مسؤولية راكين اسباب احنا ما تنطلبوش من الاطباء غادي رجعون لنا واحد شخص من الوافاة ولكن دير مجهود الاقل دير سبب تاديك الساعة لوقع الواقع نقولوا ديروا الاطباء الله يجازيهم بخير راكين داروا واحد المجهود ولكن هاد شيء اللي اعطى الله هاد شيء المهم يعني لا الله يصوب مهم كيف كنتجا نقول اسفرة مدينة عندها مداخل دياله اصلا ما خاصنش مشوتها المراكش راكين موارد يا سيد احنا بنا نتعالجوا هنا اسفرة مدينة مليونية اسفرة مدينة مليونية يعني راكة تصب فيها مجموعة من المدن الصغرى واش اللي اضرب هنا خاصوا تيمشتها المراكش واش احنا ديما غنبقوا غير تابعين تالينا نبقوا تابعين واشد اسفي فيما اي اقاليم داخلين مع اقليم اسفي في الجهة كنشوفوهم كيتنما واسفي غادة على اللور غا يوميا يوم بعد يوم كنشوفو غير الضمار لا في الشابب في جميع القطاعات تحاجة ما قد كتفرح مهم رسالة اخيرا اللي غادي نقدر نقول عادي الله يرحمه احنا عادي الراكين كيف قالت الاخت ديالو غا ندفنوه وصافي وموقع والو ولكن مبغي نش هد الواقع يبقى يتكرر في المستشفى التعيس مبغي نش هد الواقع را كين عاديلات وكين رايانات را ما كشي كين عادي الواحد را بزاف ديال الحالات كي وقعوا بعالوك يعني راح شوم هد المسؤولين تنقول يوم بالله يجيزيكم بخير راك لو كان ولدك انت ما غتحسش به ولكن لو كان ولدك هتحس بما انه ماشي ولدك را انت لا تبالي وكنت من النوم يبقى هاد استهطار وهاد العبت لانه الانسان را كين قولوه الضغط يولد الانفجار را مالك توليك شوف باك ولموك اعز حاجة عندك والاخوك كيموت يعني بدم بارد نتيجة الاستهطار وللا مبالات وللعبت را كت شوية اه فعلا را كتتأثر كتقول علاش واش وزير غا يرضى بولده يكون فاضل وضع واش غا يبغي وزير غا يسمع ولده داك ديريك فرانسا ديريك الالمانيا ولكن احنا را ناس بوساطة را ما عنديش ان الامكانية غنز لو كان عندي را ندي ولدين فوتو الالمانيا لهي ولكن ما ادناش الله غالب هذا وضع وواقع دي المجتمع المغربي كامل بحلاكو يعني نتمنى من المسؤولين يحاولوا ينزلوا شوية ينزلوا الارض وهذه را غير الحياة را اي واحد مسؤول على المهمة التي يقوم بها اشترك الان في قناة اشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواقع تيفي شريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة اشتركوا في القناة